في خطابه أمام البرلمان تعهد الملك محمد السادس بإطلاق برنامج جديد للدعم الاجتماعي يهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة من خلال تقديم الدعم المالي والاجتماعي محاربة الفقر والهشاشة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تعزيز التضامن الاجتماعي سيتم تنزيل البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان سيعتمد البرنامج على نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وسيستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة أكد الملك محمد السادس على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف في تطبيق البرنامج ومنح الدعم لمن يستحقه كما دعا الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حالياً وتأمين استدامة وسائل التمويل